اشتركوا في القناة من صحابنا من الناس المحطين بينا جوزي حماتي بنتي ابني صاحبتي الانتيم اخويا اختي يعني المقربين والعيلة واللي جوه البيت ساحات بنلاقي حد من الناس دي بيتصرف تصرفات غريبة مثلا بينفعلوا بسرعة جدا ما بيقدروش يسيطروا على ردود افعالهم وانفعلاتهم احيانا سلوكياتهم بتكون متهورة بالدرجة ان انتم ممكن تتخضوا اما المزاج بقى اللي يقولك انا بايد موت طول الوقت انا كل يوم فحال لا ده مش كل يوم ده ممكن كل ساعة مزاجه متقلب شوية في مود وشوية تانين في مود تاني خالص وحقيقي الناس دي بيكونوا مصدر لتعب وازعاج للناس اللي حواليهم انتم عارفين المشكلة الاكبر فين المشكلة الاكبر ان احنا في الغالب بنكون مش عارفين هما بتصرفوا بالطريقة دي ليه مفيش حاجة جايبة معاهم نتيجة يعني مثلا نكلمهم بالزوء مش نافع نسألهم طب ايه طب ايه مالك مدايق ليه طب انت ليه منفعل كده مفيش فايدة طب نتخانق وناخد وندي وصوتنا يعلى برضو مفيش فايدة كل ده مش جايب اي نتيجة اول ما نلاقي ان كل حاجة استنفذت كل الطرق خلاص عملتها ومفيش نتيجة هنا في اللحظة دي لازم نقف وقفة وقبل ما نصدر اي احكام على الشخص ده لازم نفكر هو بيتصرف بالشكل ده ليه لانه جايز جدا يكون تعبان مريض بيعاني من اضطراب الشخصية الحدية اضطراب الشخصية الحدية والشخص ده او الانسان ده او الانسان ده اللي في حياتي لازم في الوقت ده يكون محتاج لتدخل دكتور متخصص او دكتور نفسي يساعده وياخد بايده انه يتخلص من الاضطراب ده لانه ممكن جدا يسبب اذى لنفسه وكمان اذى للناس اللي عايشين معاه طيب نتأكد ازاي ازاي انا اتأكد ان الشخص ده الشخص اللي قدامي ده بيعاني فعلا من اضطراب الشخصية الحدية وايه هي طيب الاعراض طب ايه ايمان الشخصية الحدية دي طب اعراضها ايه طب ايه اللي بيخلي الانسان يبقى مصاب بالاضطراب ده يعني اسبابها اسباب الاصابة بيها ايه طب وفي الاخر اكيد بيعالجها ازاي لان اكيد انا بسأل على حد يهمني والمشكلة دي بتبقى حقيقي ممكن بيت كامل يعني لو الام لو الست اللي بتربي في البيت دي ولادها هي اللي عندها الاضطراب ده طبعا يبقى البيت كله فيه اضطراب والبيت كله فيه مشاكل لان محدش عارف يرضيها لان هي عمود البيت ولو الاب نفس الحكاية لو ام عندها ابنها كبير عنده المشكلة دي دي برضو مشكلة فلازم يبقى فيه دكتور متخصص ونعرف منه يعني ايه اضطراب الشخصية الحدية النهاردة هيكون معنا الدكتور امجد احمد جبر استاذ مساعد الطب النفسي بعد الفاصل